وللوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كنعنى نضال كيف هي الأحوال في القدس ردفع للجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة التصعيد المستمر من قبل الجانبين التصريحات المستجدة وآخر ما جاء من قبل الحكومة الإسرائيلية قادة المعارضة إلى أين تتجه هذه الحرب كما وصفتها القيادة الإسرائيلية نعم يسأ أولا ميدانيا قبل خليل مصدر عسكري إسرائيلي يقول بأن الجيش الإسرائيلي أولا تمكن من تحرير كل الرهائن الموجودين على الأراضي الإسرائيلية سواء في بئيري أو في مناطق أخرى أيضا الجيش يقول بأنه تمكن من إخماد أغلب بؤر المواجهة مع مقاتلي حركة حماس داخل إسرائيل لكنه لم ينتهي من هذه المهمة ما زالت هناك نقاط يتم فيها تبادل إطلاق النار بين الطرفين والآن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط واسعة لمنطقة محيط قطاع غزة بحثا عن مقاتلي حركة حماس هناك تقديرات في إسرائيل أن خلايا من مقاتلي حركة حماس التي تسللت بالأمس إلى إسرائيل ما زالت موجودة تختبئ لربما لإرباك الجيش الإسرائيلي حتى على مدى أيامه بالتالي العملية صعبة وتستغرق الكثير من الوقت ولهذا تم الإعلان تقريبا عن منطقة غلاف غزة كمنطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها والجيش الإسرائيلي بدأ منذ الليلة بإخلاء بعض سكان المستوطنات وهو سيستمر بذلك خلال اليوم وربما الأيام القادمة إخلاء مستوطنات غلاف غزة من سكانها وإتاحة هذه المستوطنات للجيش الإسرائيلي الذي يجند عشرات الآلاف من الجنود ربما تصل الأرقام حتى إلى مئات الآلاف هناك تجنيد واسع لجنود الاحتياط في إسرائيل وجلب كميات ضخمة من الجنود إلى منطقة غلاف غزة وأيضا إلى المناطق الشمالية واستبدال بعض الوحدات التي تخدم في الضفة الغربية بقوات احتياط للحاجة لهذه القوات سواء على الحدود الشمالية أو على الحدود الجنوبية أيضا فيما يتعلق باجتماع الكابينيت الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وضع أهدافا تبناها الكابينيت الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر قال أن الأهداف هي هدم قدرات حماس العسكرية وهدم قدرات حماس على الحكم في قطاع غزة لكن ما لا يقوله هو المهم هو لم يتضمن هدم حركة حماس أو القضاء على حركة حماس كما يقول في إسرائيل هناك أيضا قضية الأسرة أو كما تسميه إسرائيل المختطفين لدى حركة حماس الأرقام غير واضحة لغاية الآن حتى أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم أعداد هؤلاء هو يحاول منذ ساعات المساء أمس الوصول إلى أعداد أنشأ مراكز خاصة لأهالي هؤلاء للتقدم بطلبات من أجل العثور على أبناء هذه العائلات لكن لغاية الآن الأرقام غير معروفة بالنسبة لأرقام القتلة تجاوزت الثلاثمائة لغاية الآن لكن وفقا لكل المصادر الإسرائيلية الأرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير عندما يسيطر الجيش الإسرائيلي على كافة المناطق في محيط قطاع غزة يمكن أن تتضاعف حتى هذه الأرقام وفقا لمصادر إسرائيلية سياسيا بالأمس كانت هناك محاولات من أجل تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل بانضمام المعارضة الإسرائيلية إلى الحكومة نتنياهو قال بأنه هو من دعا المعارضة المعارضة تقول أنها هي من اقترحها على نتنياهو لكن المهم هناك إمكانية لانضمام بيني جانس هو لا يشترط على نتنياهو أي شروط هو مستعد للانضمام لحكومة حتى مع وجود بين كبير وسموتريتش على عكس يائير لبيد الذي يشترط إقالة هؤلاء وهو ما يرفضه حزب الليكود لكن الحاجة الآن إلى حكومة طوارئ في إسرائيل هي لتهدئة الشارع الإسرائيلي لرسم حكومة جديدة ذات مسؤولية لإعطاء صورة بالوحدة الوطنية يمكن أن تعطي بعض الهدوء وبعض الطمأنينة للشارع الإسرائيلي الذي لديه الكثير من المخاوف والانتقادات والكثير من الأسئلة على أداء الحكومة الإسرائيلية في اليوم الأول من هذه الحرب هناك أسئلة تطرح حول أداء الجيش الإسرائيلي والأهم ربما الاستخبارات الإسرائيلية الآن تطرح هذه الأسئلة رغم أن إسرائيل لم تعتد على طرح الأسئلة ومحاسبة الحكومة وقت الحرب لكن الضربة التي طلقتها إسرائيل بالأمس باعتراف كل الجهات في إسرائيل كانت صعبة جدا المفاجأة كانت كبيرة والآن التساؤل عملية عسكرية لحركة حماس تم الإعداد لها منذ أشهر طويلة شارك فيها الألاف ورغم ذلك لم يكن هناك أي معلومات استخباراتية مسبقة لدى المخابرات الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل هذا فشل استخبارات ذريع الآن الشارع الإسرائيلي يطالب ببعض الإجابات المعضلة الكبرى ربما هي الأسرة الإسرائيليين لدى حركة حماس بالنسبة لإسرائيل ربما الآن هذه قضية مهمة بدأنا نسمع مطالبات من عائلات نعم هذا السؤال آخر أيضا نضال عن بالحكومة بإعطاء نعم السؤال الذي كنت أود سؤالك عنه هو عن الأسرة خصوصا في ظل حديث المسؤول العسكري الإسرائيلي عن أنهم هم من سيشكلوا مستقبل الحرب ما الذي قصد المسؤول العسكري هذا الموضوع خصوصا وأن من المتوقع أن تناولته الصحافة الإسرائيلية موضوع المحتجزين والأسرة من قبل الجانب جانب قطاع غزة أو من جانب حماس حتى هذه اللحظة نعم أولا يعني هؤلاء ليسوا جنودا فقط هناك جنود وربما هناك ضباط ورتب مختلفة من الجيش الإسرائيلي موجودة داخل قطاع غزة أسرة لدى حركة حماس لكن هناك مدنيين هناك أطفال هناك نساء هناك مسنين وفقا لبعض المعطيات ولذلك أيضا الأرقام كبيرة قد تتجاوز الماء وفقا لبعض المصادر الإسرائيلية التي ما زالت غير متأكدة من الأرقام لغاية الآن لكن وفق أقل التقديرات هناك العشرات من الإسرائيليين الآن في قطاع غزة أولا حركة حماس تقول بأنها نشرت هؤلاء في مواقع تحت الأرض مما يعني بأن إسرائيل إذا ما قامت بقصف قطاع غزة فهناك احتمال كبير بأن تقتل مواطنين إسرائيليين داخل القطاع وبالتالي عليها أن تكون أكثر حضرا في ردها العسكري على حركة حماس أو على قطاع غزة في السابق مثلا كان هناك لدى إسرائيل أسير جلعاد شليت أسير واحد وبالتالي كان هدفا ثمينا بالنسبة لحماس كانت تحاول الحفاظ على حياته لاستبداله بأسرى فلسطينيين لكن الآن مع وجود العشرات بالنسبة لحماس حتى مقتل بعض من هؤلاء لن يشكل معضلة وبالتالي هي تنشرهم في عدد من المواقع في الأنفاق تحت قطاع غزة وبالتالي تصاعب على سلاح الجو الإسرائيلي الرد على هؤلاء هناك حتى بعض المحللين في إسرائيل يذهبون بعيدا يقولون إذا ما هددت حماس مستقبلا إسرائيل بأنها إذا استمرت بعملية عسكرية ستبدأ بإعدام الأسرة أو الرهائن لديها ماذا ستفعل إسرائيل سيكون هناك قرارات صعبة على الحكومة الإسرائيلية اتخاذها فيما يتعلق بقطاع غزة بسبب الكمية الكبيرة من الأسرة أيضا وجود هذا العدد الهائل من الأسرة لدى حركة حماس يعني مباشرة أن الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من الداخل الإسرائيلي ستكون أكبر بكثير بدل عائلة واحدة تضغط على الحكومة الآن سيكون العشرات والمئات من العائلات الإسرائيلية من دوي هؤلاء الأسرة سيضغطون على الحكومة الإسرائيلية وبالتالي صانع القرار الإسرائيلي لديه الكثير من الضغوط والقليل من حرية الحركة في قطاع غزة بسبب الأسرة من القدس مرسلنا نضال كنعني شكرا جزيلا لك